السلام عليكم ورحمة الله برحب الجميع في كل مكان اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كوليكشن برحب بكل متابع القناة كتير من اصدقاء القناة والمتابعين طلبوا مني اه طريقة عمل مفرش اه للترابيزة اه وان شاء الله الفترة اللي جاية هنزل لكم سلسلة اه متنوعة من المفارش بقرز وتصاميم مختلفة علشان نرضي كل الازواء اه كمان هقول لكم ازاي بكل تصميم نقدر نكبر بالحجم اه اه يعني ازا كنا بنستخدمه الصفرة او الترابيزة كبيرة عايزينو يغطي كل الترابيزة وهكذا اه يلا دلوقتي نشوف التصميم اللي معاني النهاردة هنطبقه زي اه هستخدم للمفرش بتاعي اصواف متوسطة السمكة بالالوان اللي احنا شايفينها وطبعا انتي مش هتلتزمي بالالوان بتاعتي هتشتغلي بالالوان اللي حابت دخليها في بعض وبالاصواف المتاحة عندك اه هستخدم ابر رقم اه خمسة مليمتر وهي هحتاج لابرة التنظيف وللمقص اول خطوة اه هعملها في المفرش هبتدي اخد سلسلة البداية بالشكل ده كده اه بعد ما عملت حلقة البداية هبتدي ارتفع اه باربع سلسلة واحد اتنين تلاتة اربع اه في اول سلسلة من السلاسل الاربع هبتدي اقفل منزلقة عشان اه اكون اه حلقة صغيرة بالشكل كده اه اللي احنا شايفينه اتكونت عندي دايرة زغيرة قوي جوه الدايرة دي هبتدي اشتغل اتناشر عمود اه من مكان ما احنا موجودين هنا هوت هبتدي ارتفع اه تلات سلاسل اللي هم ارتفع العمود بتاعي واحد اتنين تلاتة واعتبروا اول عمود بالنسبالي اه يبقى انا كمان محتاجة جوه الدايرة دي اه حداشر عمود الف الابرة بتاعتي وهدخل جوه الدايرة اخد الخيط معايا تلات حلقات هخرج منهم اتنين في اتنين وبنفس الطريقة هكمل اه الحداشر عمود كده معايا عمودين بالارتفاع تلاتة اربعة اتناشر عمود جوه الدايرة بتاعتي بالشكل ده وفي سلاسل الارتفاع بتاعتي هبتدي ادخل اه في المنزلقة وانه السطر بالشكل ده كده اه بعدين من مكاني هنا هوت هبتدي ارتفع للسطر الجديد تلات سلاسل اه بعد تلات سلاسل هبتدي افوت غرزة وفي الغرزة اللي بعدها اشتغل غرزة منزلقة هقرر على نفس اه اه الطريقة ابتدي ارتفع بتلات سلاسل افوت سلسلة والسلسلة او الغرزة اللي بعدها على طول غرزة منزلقة تلاتة افوت غرزة والغرزة اللي بعدها والحد نهاية السطر بنفس الطريقة قلت لنهاية السطر اه معايا اخر تلات سلاسل هبتدي اقفل المنزلقة بتاعتها في الغرزة اول غرزة اقفلت فيها اه او ارتفعت فيها اه في اول السطر بالشكل ده اقفل المنزلقة بتاعتي شايفين بقى معايا فراغات على اه اه بداية السطر بتاعي بالشكل ده من الثلات سلاسل اللي اشتغلناهم مع بعض اه دلوقتي للسطر الجديد هبتدي ارتفع سلسلة واحدة اه وانا عايزة انتقل جوه اول فراغ معايا من الثلات سلاسل بالشكل ده الفراغ اللي بعد كده على طول هبتدي اعمل ايه ادخل جوه بعد اما ارتفعت بسلسلة اخد منزلقة بالشكل ده كده ابقى انا اه دلوقتي اه مكاني فوق اه الاول فراغ شايفين معايا من مكاني هنا فوق الفراغ هبتدي ارتفع للسطر الجديد اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع بالشكل ده كده اه وهبتدي في الفراغ اللي انا واقف عليه اشتغل اه 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 خمس عواميد بس عواميد سلسية بلفتين في نفس الفراغ ها اه ها اعتبر اول ارتفاع بالنسبالي اللي هما الاربع سلاسل ده عمود يبقى انا محتاجة كمان اربع عواميد في نفس الفراغ هبتدي الف الابرة مرتين يبقى انا هاعمل عمود بلفتين ادخل جوه الفراغ ااخد الخيط بتاعي اخرج من حلقتين وبعدين من حلقتين واخر حلقتين ها احتفظ بيهم على الابرة بعدين هاقرر الف الابرة مرتين ادخل اعمل العمود التالت حلقتين فحلقتين والباقي معايا العمود الرابع حلقتين فحلقتين والباقي معايا بالشكل ده كده وبعدين الخامس بنفس الطريقة اخرج من حلقتين وبعدين من حلقتين بقى معايا على الابرة دلوقتي خمس حلقات بالشكل ده طبعا احنا قولنا ان احنا بنعتبر الارتفاع عمود يبقى خمسة ومعايا خمس حلقات هبتدي اخرج منهم كلهم بالشكل ده كده بعد ما اخرج من الغرزة بتاعتي هبتدي ارتفع بست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد كده هبتدي اقرر اروح على الفراغ اللي بعد كده اشتغل نفس الغرزة خمس عواميد سلاسية العمود بلفتين بالشكل ده هدخل اعمل اول عمود اخد حلقتين اخرج من كمان حلقتين والحلقتين البقين معايا بعدين الف الابرة مرتين هدخل اعمل تاني عمود حلقتين فحلقتين والباقي معايا ثالت حق عمود اخرج حلقتين فحلقتين والباقي معايا وبعدين كمان عمود بنفس الطريقة كده انا اشتغلت اربع عمدة هشتغل العمود الخامس بنفس الطريقة اخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده وبعدين الحلقات اللي معي على الابرة هبتدي اخرج منهم بالشكل ده كده بعدين هرتفع بست سلاسل تلاتة اربعة خمسة ستة وهروح على الفراغ اللي بعد كده اشتغل بنفس الطريقة خمس عواميد في نفس المكان بس عواميد سلاسية يعني عمود بلفتين اشتغلت الاخر السطر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين كده وانا المفروض في اخر غرزة هبتدي ارتفع بالست سلاسل اخر ست سلاسل اربعة خمسة ستة بالشكل ده وهقفل المنزلقة بتاعتي بجانب السلاسل الستة اللي في الاتجاه التاني بالشكل ده اللي هو في طب او في قمة الغرزة المجمعة اللي بعد كده زي ما احنا شايفين كده انتهى السطر بتاعي هبتدي اعمل ايه انا عايزة انتقل بالغرزة او انتقل بالابرة في الفراغ اللي بعد كده فهبتدي اشتغل منزلقة جوه الفراغ لكن انا هسحب لون جديد بالشكل ده في المنزلقة الجديدة هشتغل المنزلقة باللون اللي هدخله بعد كده وطبعا اللي هيشتغل من لون واحد مش هيحتاج للخطوة دي هشتغل باللون الجديد وطبعا هاقص الخيط اللي كنت بشتغل دي بالشكل ده كده واللسطر الجديد هبتدي ارتفع اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة بالشكل ده كده وفي نفس مكان الارتفاع هرجع اشتغل نفس الغرزة اللي كنت بشتغل بيها هلف الابرة مرتين عمود بلفتين وهشتغل كمان اربع عميدة جنب الارتفاع اعتبر العمود اول غرزة وانا محتاجة خمسة اشتغلت اول عمود خدت منه حلقتين فحلقتين والباقي معايا بعدين الف الابرة مرتين وهدخل في نفس المكان تاني حلقتين فحلقتين وبعدين الف الابرة مرتين وادخل اخد حلقتين فحلقتين ده كده الرابع وبعدين حلقتين فحلقتين كده معايا خمس اعمدة بالارتفاع بالشكل ده كده هبتدي اخرج منهم كلهم بنفس الطريقة اللي كنت بشتغل بيها زي ما احنا شايفين كده وهرتفع بست سلاسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست بس المرة دي هشتغل فين هشتغل في نفس الفراغ اللي انا موجودة فيه هشتغل كمان غرزة من نفس الغرزة الف الابرة مرتين وهخش اشتغل في نفس الفراغ اللي اشتغلت فيه بالشكل ده كده هشتغل خمس اعمدة بلفتين اجي حلقتين فحلقتين والباقي معايا حلقتين فحلقتين والباقي معايا تالت عمود كده رابع عمود وخامس عمود والاخير هخرج منه برضو بحلقتين فحلقتين كل الحلقات اللي معايا على الابرة دلوقتي هبتدي اخرج منهم كلهم بالشكل ده كده انا اشتغلت نفس الغرزة مرتين بس في الفراغ واحد شايفين معايا هبتدي اقرر هروح الفراغ اللي بعد كده اقرر نفس الغرزة هشتغل عشر غرز من غرز العمود بلفتين ما بينهم ست سلاسل في نفس الفراغ من مكاني هنا هرتفع ست سلاسل تلاتة أربعة خمسة ستة هشتغل هنا خمس عمودة بلفتين واحد حلقتين فحلقتين اتنين خمس عمودة في الفراغ بالشكل اللي احنا شايفينه هبتدي اخرج من كل الحلقات اللي معايا على الابرة وست سلاسل ارتفاع تلاتة أربعة خمسة ستة وفي نفس الفراغ هشتغل كمان خمس عمودة سلاسية بنفس الطريقة عمودين حلقتين فحلقتين العمود التاني حلقتين فحلقتين والباقي معايا العمود كده الرابع واخر عمود معايا بالشكل ده حلقتين فحلقتين وكل الحلقات اللي معايا على الابرة هبتدي اخرج منهم كلهم زي ما احنا شايفين يبقى انا في كل فراغ هشتغل خمس عمودة سلاسية بعدين ست غرز او ست سلاسل ارتفاع بعدين خمس عمودة كمان هلف السطر كل في كل فراغ وهيقابللى هشتغل بنفس الطريقة لحد نهاية السطر لنهاية السطر بتاعي واصبحت القطعة معايا او المفرش بالشكل اللي احنا شايفينه اخر ست سلاسل معايا على السطر هبتدي اقفل منزلقة في طب بتاع الغرزة بالشكل ده جنب الست سلاسل اللي جايين اهم بعد ما قفلت منزلقة كده هبتدي اعمل ايه هشتغل بنفس الطريقة المفروض ان انا هرتفع بسلسلة واحدة وهروح اشتغل في الفراغ اللي بعد كده علشان هقرر نفس السطر السابق في الفراغات اللي جايه هشتغل فيها عشرة من الغرز ما بينهم ست سلاسل بنفس الطريقة يبقى من مكاني هنا من مكان منا موجودة هبتدي ادخل في الفراغ اللي بعد كده عشان اشتغل منزلقة وانتقل فوقه بس طبعا هغير انا اللون هاخد اللون اللي بيتي مرة تانية بالشكل ده كده وهشتغل به المنزلقة اه وطبعا هقص الخيط اللي معي اه دلوقتي بعد ما غيرت اللون كده اصبحت فين اصبحت فوق الفراغ بعد ما اشتغلت المنزلقة اه ابقى فين كده ابقى اه اه المفروض ان انا هرتفع للسطر الجديد اربع سلاسل ثلاثة اربع بالشكل ده وزي ما قلتلكم ان احنا هنقرر السطر السابق يعني في كل فراغ هنشتغل اه بنفس الطريقة عشر غرز ما بينهم ست سلاسل فمن مكاني هلف الابرة مرتين وارجع اشتغل اربع عمود جنب الارتفاع ادي واحد طبعا من الاعمدة السلسية وبخرج من حلقتين في حلقتين والباقي معايا بالشكل ده كده اخر عمود معايا اربعة بجانب الارتفاع يعني خمس اعمدة هخرج من كل الحلقات اللي معايا بالشكل ده كده ست سلاسل نين تلاتة اربعة خمسة ستة وفي نفس الفراغ هرجع اشتغل كمان خمسة وبنفس الطريقة في كل فراغ هيقابلني هشتغل عشر غرز سلسية لحد نهاية السطر خمس اعمدة بالشكل ده اخرج من كل الحلقات وكمان ست سلاسل بالشكل ده كده واخر خمس اعمدة سلسية معايا في نفس المكان حلقتين فحلقتين حلقتين فحلقتين كده تلات اعمدة رابع خمس اعمدة وهطلع من الحلقات اللي معايا كلها بالشكل ده كده شايفين انا اشتغلت كل السطر بنفس الطريقة عشر غرز في الفراغ الواحد ما بينهم ستة اعمدة وبقت معايا القطعة بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي هبتدي اقف المنزلقة في ارتفاع او في الطب بتاع الغرزة اللي قدامي او اللي عليها الدور بالشكل ده كده اه وهبتدي ادخل في الفراغ الجديد كده عشان ااخد منزلقة وطبعا هغير اللون زي كل ما وقصيت الخيط اللي كان معايا وهقض عقدة خفيفة كده اه علشان ابتدي اشتغل باللون اللي سحبته اه من مكاني هنا انا بقيت فيه اه الفراغ اللي ما بين الغرزتين بالشكل ده في السطر ده هشتغل غرزة واحدة بس مش غرزتين خمس غرز في الغرزة الواحدة يبقى من مكاني هنا هرتفع اه ثلاث سلاسل لا اربع سلاسل علشان هنشتغل اه يعني غرزة ثلاثية بعدين الف الابرة مرتين وهشتغل كمان اربعة رابع غرزة بالشكل ده بقى معي خمسة هاخدهم كلهم المرة دي مش هشتغل في نفس الفراغ لا هشتغل اه اه انا كبين كنت بشتغل ست سلاسل هشتغل السطر ده خمس سلاسل بس ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعد ما اشتغلت غرزة واحدة بس هروح على الفراغ اللي بعده اشتغل غرزة واحدة من نفس الغرزة وعلى مدار السطر كله هاخد غرزة في فراغ الواحد وخمس سلاسل وهروح للفراغ اللي بعده اشتغل بنفس الطريقة والحد نهاية السطر زي ما احنا شايفين مع بعض كده انا اشتغلت السطر بتاعي في كل فراغ قابلني اشتغلت غرزة واحدة خمس سلاسل غرزة واحدة خمس سلاسل وصلت للنهاية اخر خمس سلاسل اشتغلتهم هبتدي اقفلهم منزلقة في الطب بتاع الغرزة الاخيرة او اول غرزة معي على السطر علشان اقفل الراوند بتاعي انا السطر اللي جاي على طول هقفل المفرش بتاعي مش هرتفع به او مش هوسعه اكتر من كده طيب انسي لو حابة توسعي يعني بتعمليه لصفرة مثلا او طرابيزة كبيرة وحابة تتوسعي بالمساحة بتاعته اكتر مني هتعملي ايه كل اللي انسي هتعمليه هتبتدي تعيدي السطرين دول تاني فوق السطر ده هتشتغلي سطر من اللي فيه عشر غرز فيه الفراغ الواحد ما بينهم ست سلاسل وبعد كده بعد ما تقفل السطر ده هتشتغلي كمان سطر من السطر اللي فيه غرزة واحدة وهكذا يبقى السطر فيه عشر غرز وفي الفراغ الواحد ست سلاسل ما بينهم وسطرة اللي بعده على طول فيه الفراغ غرزة واحدة وخمس سلاسل ما بين كل غرزة وغرزة هتتوسعي بنفس الطريقة لحد المساحة اللي انت محتاجاها وبعد اما توصلي بالمفرش للمساحة اللي انت حبها هتقفلي معانا بالسطر اللي احنا هنقفله بنفس الطريقة السطر بتاعي بمنزلقة وعلشان ابقى جوه الفراغ اللي جاي اشتغلت كمان منزلقة بس باللون الجديد اللي انا هشتغل به الاطار بتاعي هبتجي بالمكان وانا موجودة ارتفع ثلاث سلاسل وهاشتغل جنب الثلاث سلاسل ارتفاع ده هاشتغل كمان خمس عواميد بلفة عادية يبقى بلفة واحدة كده هبتجي ادخل اخد اول عمود لفتين او حلقتين فحلقتين بالشكل ده هاعتبر الارتفاع بتاعي عمود وانا عايزة خمس اعمدة يبقى اسفة عايزة ستة اعمدة يبقى هاشتغل خمس اعمدة كمان استغلت كده هاعتبر اتنين بعدين تلاتة اربعة خمسة ستة خمس اعمدة وارتفاعي يبقى ستة اعمدة في المكان الواحد هعمل ايه دلوقتي ابتدي اخد سلسلة بالشكل ده وفي نفس المكان يعني في نفس الفراغ هاشتغل كمان ستة اعمدة بلفة عادية حلقتين فحلقتين كده اتنين عمود التالت الرابع الخامس السادس يبقى انا عملت ايه اشتغلت اتناشر عمود بلفة ما بينهم سلسلة ستة سلسلة ستة كمان في نفس الفراغ هبتدي اروح على الفراغ اللي بعده هعمل ايه اشتغل غرزة حشو اخد الخيط بتاعي بالشكل ده واشتغل غرزة حشو هكرر هروح على الفراغ اللي بعده هشتغل ستة اعمدة ستة اعمدة بلفة واحدة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد ما عملت الستة هاخد سلسلة وهشتغل كمان ستة اعمدة في نفس الفراغ اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بالشكل ده كده وعلى مدار المفرش كله الاطار كله هشتغل بنفس الطريقة في كل فراغ هشتغل ستة سلسلة ستة والفراغ اللي بعده على طول هروح اشتغل غرزة حشو بالشكل ده ولحد نهاية الصدر ما احنا شايفين كده انا اشتغلت على اطار كله بنفس الطريقة اتناشر غرزة في الفراغ الواحد غرز عواميد بلفة واحدة ما بينهم سلسلة يعني ستة سلسلة ستة كمان ووصلت ليه نهاية السطر بتاعي شايفين اخر فراغ معايا اشتغلت في الفراغ السابق اتناشر بتوعي وما بينهم سلسلة اهو هبتزي اروح على اخر فراغ معايا اعمل ايه اشتغل اه كالعادة اه جرزة حشو بالشكل ده كده وبعدين هاخد سلسلة واحدة وهقفل منزلقة في اول آآ غرزة معايا من على السطر فيه الاطار بتاعي بالشكل ده كده فيه سلاسل الارتفاع اقص الخيط بتاعي انا قريدي قصيته وهاشتغل كمان جرزة تأمين كده وهسحب الخيط بتاعي بالشكل ده احنا شايفين مع بعض بلضم زوائد الخيط بتاعتي فيه ابرت التنظيف اه وهبتدي اخفيها اه لكن اخلي بالي اذا انا بشتغل قطعة فيها الوان مختلفة فبخفي اه كل خيط فيه اللون بتاعه يعني ماينفعش اخفي اللون النبيتي ده في البيج لازم اختار غرزة يكون بنفس اللون اه فمن مكاني هنا شايفين هبتدي ادخل فيه الخيط النبيتي بالشكل ده كده ادخل زوائد الخيط بتاعتي جوه الغرزة شوية بالشكل ده وهتخلص من اه باقي الخيط وزي ما احنا شايفين انا اه باقي الخيط اللي كانت موجودة مكان وصل الخيط او او تغيير الالوان اه خفتها كلها بالشكل ده واصبحت القطع عندي نجيفة كده اه زي ما احنا شايفين كده ده شكل المفرش النهائي اه اتمنى يكون اه اه سهل وعجبكم اه وتقدروا تطبقوه معايا ياريت اه ما تنسوش تعملولي لايك واذا بتتابعوني او بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملولي سابسكرايب او اشتراك عشان نشوف كل جديد على قناة كوليكشن اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة